أبا برج السرطان هذي قراءتك العاطفية في البداية أرى أنك خط أو راح تخوض محادثة من القلب تعبر فيها عن إسياءك من الحبيب لماذا؟ أنت قاعد تذكر الحبيب بكل الأشياء الحلوة اللي مريت فيها مع بعض قاعد تذكر بتضحياتك كأنما تذكر يعني تتمن عليه تقول لأنا فعت لك كذا وكذا 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 ومش مصدق أن هذا الشخص لحد الآن وضعك في حيرة من أمرك لحد الآن مش متخذ تجاهك قرار محدد ما في شيء واضح مع الحبيب جدا مستاء جدا زعلان احتمال أنك قررت أنك شوي تكون انعزالي عنه وأيضا أنت متردد في اتخاذ إجرائك أو خطوتك القادمة بالتجاه لأن هذا أراح حاليا شخص غير مستعد أن يأخذ أي خطوة زيادة في الوقت الحالي لا يستطيع حتى وإن أراد وهو مخلي الأمور شوي عالقة ومتوقفة أنت على الجانب الثاني مستعد تريد تتوقع أن يكون في عرض تجاهك عرض أكبر أكبر من Page of Cups Page of Cups هو أصغر كوب في مجموعة الأكواب وهي طاقتك المائية فأنت غير راضي عن الشيء البسيط العرض البسيط العطاء البسيط اللي قاعد يعطيك هي الحبيب عندك أيضا Page of Swords يقابلة وأيضا Two of Swords السيفين يقابلة أنت حاليا جدا متردد بخصوص هذا الشخص لا تعرف نوايا كأنما رجعت معا لنقطة الصفر تحس أنك لا تعرفها لأن أظهر لك جانب ثاني من شخصيتها احتمال الأمور كانت ماشية منيح في السابق فأنت الحين مش عارف كيف تتصرف تكركب الوضع عندك كأنك صاير بين مفترق طرق هل أبقى أم أرحل عندك سيفين حتى لا تستطيع أن تأخذ خيار لماذا؟ لأن السيف اللي تملكه صغير تحس أن ما عندك معلومات كفاية عن أسباب تصرف الشريك بهذا الشكل دوافعة لماذا هو يتصرف بهذا الشكل أنت مش فاهم ولأنك مش فاهم احتمال أنك حتى تريد الرحيل تريد أن تتخذ قرار ولكنك لا تستطيع أنت مقيد في النص كارت السيفين معناتها أنت في الوسط على عينك غمامة وهي معناتها قلة المعلومات قلة الفهم للموضوع وأنت بين سيفين مفترق طرق هل تبقى بسبب حبك لهذا الشخص لأنه عندنا طاقة أكواب أم ترحل بسبب حبك لهذا الشخص لأنه ما يعطيك هي غير كافي غير مشبع لك حاليا أنت توقع أكثر ولكن كل اللي حصلت عليه من هذا الشخص هي الطاقة البسيطة غير الناضجة دائما الصغير كوب الصغير والسيف الصغير فحاليا أنت احتمال أيضا تكون أصغر منه في السن احتمال لا تملك المعلومات الكافية أو التواصل الصحيح معا لأنه ما شوف طاقة الأغصان احتمال حاليا ما في تواصل كفاية بينكم فمن أجل ذلك أنت لا تستطيع أن تأخذ قرار وأيضا عندك طاقة دائما السيف الصغير هي طاقة الجاسوسة الذي يذهب ويأتي بالأخبار احتمال أنك رح تحاول في الفترة القادمة أن تأتي بأخبارها أن تبحث عنها يعني تحاول تحصل أخبار من وارا ظهرها بدون معرفته عشان تفهم أنت مو قاعد تتجسس بغرض الفضول أنت حاول تحمي قلبك السيف فوق المشاعر تحاول تحمي وإن كانت مشاعرك لحد الآن مو مكتفية ولكن ما بقى من المشاعر عندك تحاول أن تحميها من هذا الشخص لأنك مش فاهم وتريد فعلا أنت كل همك أشوف في الفترة القادمة هي أن تأخذ قرار أنت ما تحب تكون مقيد ولا تحب أن تأخذ قرار يكون مثل المستعجل وأيضا هناك طاقة ثانية عندك أشوف عندك طاقة التهديد كأنما أنت تقول للحبيب إما تعرض عليه ما أريده الآن وإما أبدا لا أريده إما أنت قاعد تعرض عليه الحبيب إما تبقى فعلا تعطيني ما أريده في العلاقة وإما ترحل بس هذا الشخص لديه أربع الخماسيات أربع عناصر الأرض لا يستطيع هو أيضا مقيد ولكن بسبب ظروفها أنت مقيد بسبب قلة المعلومات وقلة فهمك للخفايا الموضوع ولكنك كأنما صارت عندك ردة فعل من اللي صار بينك وبين الشريك فالحين انعكس عليك وقعد كأنما تحدده إما تكون معي حبيبي أو إما نرتبط وإما كذا في طاقة تهديد تخير لأن أنت مش عاجبك الوضع مش راضي عنه إما كذا وإما ترحل إما تعطيني ما أريد وإما كذا تريد جواب كأنما أرسلت وراء شيء تطلب مننا جواب نهائي الجواب سيأتي ولكن في المرحلة القادمة لأنه عنده سيف السيف رقم واحد أكبر سيف فالجواب سيأتيك اللي أنت منتظره اللي أنت متوقعه اللي أنت استحقه ولكن بعد حين مش الآن لأن هذا الشريك عنده أربع الخماسيات عنده العجلة ويل أو فورتون عجلة الحظ بالعادة هي تعني تغير الحظ وممكن أيضا أن هذا الشخص شريكك ينتظر أن يتغير حظة إلى الأفضل حاليا مقيد بسبب ظروفه الاجتماعية وضع المالي في أمور معينة احتمال حتى عنده أبناء من زواج سابق في أمور معينة تقيده من أن يخطو بالتجاهل ما في أي طاقة تقدم بينك وبينه أحد الآن ما في فرسان الفرسان هي طاقة التقدم والعرض ما فيه كأنما وضعه متوقف ويضا وضعك متوقف ولكن بعكس رغبته لأن هذا الشيء لا يحدث حسب رغبته هو وضعه هكذا لا يستطيع أن يعرض عليك واحتمال أنه من النوع من الناس اللي دائما يرى أن الزواج مسؤولية كبيرة الزواج مصاريفة كثيرة فلن يقبل على اتخاذ هذا القرار أو عرض الزواج عليك إلا عندما يحس يتتغير عنده طاقة الهاي أربع الخماسيات وهي طاقة النقص لما تتغير تصير عنده وفرة لما تتحسن وضعه المادية ممكن وأيضا هناك نقطة ثانية أنت لديه طاقة السيوف والمئة هو لديه طاقة الخماسيات والأربعة منهم أرى أن هذا الشخص يأتي من بيئة مخالفة لبيئتك أربع الخماسيات في هاي النقطة تعني لي احتمال أنه يأتي من بيئة محافظة أكثر من بيئتك مختلفة عن بيئتك جدا في فرق في البيئات بينكم محافظين متدينين ناس منغلقين احتمال وأنت هنا طاقتك طاقة المراهق فاحتمال أنك بالعكس تأتي من بيئة مرتاحة منفتحة متفاهمة هذا بيئته عكس بيئتك فينتظر الظروف المناسبة الأوضاع المناسبة أن يحول الموضوع خطوة خطوة أو يبتد التغيير شوي شوي مع أهله بحيث أن يستطيع أن شوف السيف تحت العجلات يحاول أن مثل اللي يخرق عرف عنده شوف خرق للأعراف عندما يخرق الدائرة هو في دائرة حاليا يعيش في تقاليد وأعراف وتفكير معين أهله من ناحية الأهل فهو يحاول تشوف من الأربعة راح يروح إلى الدائرة الوحدة يحاول أن يخفف مثل اللي يلين يهون على نفسه على بيئتها يبتدي التغيير شوي شوي معاهم بحيث يوم من الأيام يتقبلون فكرة ارتباطكم وفي الوقت المناسب راح يفاتحهم ويقرر أن يفاتحهم بموضوع الارتباط راح يكون حتى وإن كان صدمة عليهم لكن هو يرى أنه هو الوقت المناسب فليأشوف حاليا أن طلبك من القرار في هذه المرحلة شوي صعب بالنسبة له لأنه هو مجرد الآن في مرحلة تليين وتغيير بيئتها المحيطة فيه وظروفها الشخص الثالث عنده كرت العدالة justice الكوبين كرت السول ميت وعنده ستة الأقصان كرت الانتصار على أن هذا الشخص احتمال إذا ما انتبهت له ممكن يسبب خطر حقيقي على علاقتكم لأن هذا الإنسان بعد يحاول أنت شوي قاعد تعاند أو تهدد أو غير متفهم وفي المقابل لديك في الوسطة شخص يفهم هذه البيئة أحسه من نفس البيئة ممكن يكون ابن عم بنت عم بنت خالة اختيار أول وقع عليه من أجل الارتباط في شريكك كان مرشح الارتباط في شريكك ولكن لم يحدث الأمر شريكك رفع ولكن هذا الشخص لم يرحل لحد الآن ومثل ما يقولون في الخفاء يعمل عند نية عند كرت العدالة دائما تحييلي كرت العدالة هي أمرأة أو ممكن حتى رجل شخص أنضج فكرا وعاطفة وفيه نوع من الخبز في هذه الطريقة في هاي القراءة ممكن يكون جدا خبيل ينتظر ويتحين الوقت المناسب عشان يتفركش الموضوع اللي بينكم ويأتي هو في الوقت المناسب مثل الغزاء اللي يحصلون على غنائهم هم بعد الحرب يعني شوفوا هذا الآن إنسان جدا ذكي مو قاعد يسوي ولا شي عينه على الارتباط مع هذا الشخص ممكن يكون يعني إنسان من الماضي سواء قريب منه له صلة قرابة أو لا ولكن إنسان كان دائما نحوم في هاي البيئة البيئة المحافظة شوي أو المعقدة خلا نقول فهو ينتظر الوقت المناسب مش قاعد يتحرك لأنه هو كأنه يعرف احتمال يعرف عن وجودك وأنت لا تعرف عن وجوده كأنه يعرف عنك أو عنده فكرة إن أنت بتصرفاتك حسب ما سمعه رح تفركش الموضوع منك ومن نفسك يا برج السرطان فهو يقول بينه وبين نفسه بدل ما أنا أدخل وأفركش الموضوع بينهم وأظهر أن أنا الشخص السيء هو لا يرى أنه في أمكانية نجاح بينك وبين شريكك فينتظر أن الفركشة تأتي من طرفك أنت ليتشمت يحصل على ما يريد وإن كان الخيار الثاني لشريكك يعني أنت الخيار الأول ولكن هو أيضا موجود ويحصل على غنيمة ونصرة أمام الناس الاحتفال أمام الناس كأنما أحس في هاي الطاقة يخبر الأشخاص اللي حوله يقول لهم ألم أعدكم أنه فلان سيكون من نصيبي؟ قلت لكم في السابق أنه فلان رح يكون من نصيبي وفعلا فإحذر مننا يا برج السرطان أنت أول برج أقرالك لحد الآن هاي القراءة وحس عندك شخص في محيط الشريك بهذا الخبث احتمال أيضا أن تكون أمرأة أكبر في السن خالة عم صديقة للعائلة ترسم على هذا الشخص من أجل أن تزوجه ابنتها أو ابنها ولكن فيه طاقة تخطيط كأنه أيضا لديه مثل سايكيك انرجي يعني إنسان يستطيع أن يقرأ الأرواح والطاقة كما تقرؤون التارو يستطيع أن يرى الشيء قبل أن يحدث فهو حاليا متوقع لكم الفشل من أجل ذلك تحين الفرصة المناسبة لكي يدخل في حياتك سوري لكي يدخل في حياة الشريك ويأخذها منك فإذا كنت تريد نصيحتي عليك أن تكون أنضج أنت لأنها ميجر أركانة ميجر أركانة يعني كرت رئيسي الكرت الرئيسي معنات أن الطاقة جدا ناضجة تبع هذا الشخص أو ستصبح ناضجة فأنت يجب عليك أن توازيه في الذكاء في الحنكة في طريقة تصرفاتك في طريقة حديثك مع هذا الشخص هذا الشخص يحاول التغيير ممكن أن تكون معه عون أو فرعون هو خيارك ولكن هذه هي الرسمة الحالية الموجودة لعلاقتكم ورح أسحب لي كرت تبع المفاجأة إذا الوضع رح يكون في أي مفاجأة كان قلبت كرتين انقلبوا عندنا أخوات الموسم دوائر عندنا كذا دائرة بضب عندك شخص مقدر له وكان له مكتوب من خلق كان مكتوب بالنسبة أو مرسم عليه بسبب محيط الزواج من شخص معين بطريقة معينة من نفس البيئة وهناك نساء لأن السسترز عندنا الأخوات الأخوات في الموسم عندنا الأخت اللي هي موسم الصيف الأخت الثانية موسم الشتاء الأخت الثالث أتوقع الخريف والأخت اللي في الأسفل أتوقع عنها الربيع فأتوقع في تجمع نساء مثل ما أخبرتك مو فقط هذا الشخص هذا الشخص وراه أمرأة أكبر منه وراه نساء تجمع من أجل الرسم مجرد يرسمون مجرد يخططون لا يأخذون أي أفعال كبيرة لأنه مخلين الأفعال أفعال فركشة العلاقة مخلين اعتمادهم عليك أنت على تصرفاتك احتمال يعرفونك سمعوا عنك أنه أنت شوي طايش أنه أنت شوي خلنا نسميك إمبالسف إمبالسف يعني سريع ردة الفعل سريع أن يستفزونك ولديك طاقة غير ناضجة فحاول أن تنضج حلك الوحيد أن تنضج في طاقتك بحيث تكون لهم موازي ولدينا أيضا The Sacred Union الاجتماع اللقاء المقدس طاقة اللوفرز أو السولميت كذلك يعني كأنما أنتوا على اختلاف بيئتكم وعلى الخلافات اللي بينكم في طاقة انجذاب غريبة ومقدر لكم أن تكونون مع بعض لا تسألني ليش ولا تسألني كيف أنت حاليا في مرحلة السؤال في مرحلة البحث عن جواب هاي الكرت يقول لي سؤالك ما لا داعي كيف ومتى وإين التفاصيل غير مهمة اللي مقدر لك مع هذا الشخص رح يصير وأشوف أنه حسب الكرت مقدر لك اللقاء فيه متى وإين شلون رح يمشي الموضوع لا تهتم ركز على شيء واحد أن تنضج في طاقتك أن لا تجعل الأعداء ومن يتمنون لك شرا أن يحصلون على مرادهم أتمنى لك التوفيق عزيزي برج الصرفان